زوجان لهما ثلاثة أبناء أكبرهم في الثانية عشرة من عمره وأصارهم عمره ست سنوات كانت الزوجة تقوم برعايتهم قبل أن تستلم وظيفتها منذ عام رغم أنها لم تكن بحاجة مادية لها وكان حمزة يواضب على الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الفجر التي تعلق قلبه بها وكثيرا ما كانت أمه تمنعه من صلاتها خوفا عليه من الظلام وكثيرا ما كان يخرج لصلاتها ويعود دون أن يشعر به أحد وأثناء العطلة الصيفية كانت الأم تذهب لعملها في الصباح أولا ثم يذهب الأب إلى عمله بعد أن يحكم إغلاق النوافذ كلها من الداخل ثم يغلق باب شقته وأولاده بداخلها وكانت الأم تنزعج إذا تحدث إليها أحد الأقارب أو الأصدقاء حول موضوع ترك الأطفال لوحدهم أو إذا نصحها أحدهم بأن أسلوب تركهم في البيت لوحدهم وغلق الباب فيه خطورة شديدة على الأطفال فهي مقتنعة تماما أن خروجهم من الشقة هو الخطر بعينه أما جلوسهم في الشقة وفي الطابق الأول وقد أحكمت إغلاق الأبواب والنوافذ وهيأت لهم الطعام والشراب ووسائل التسلية لهو في نظرها قمة الأمان فقد آن الأوان لها أن تنظر لنفسها وأن تحقق أهدافها الشخصية بالالتحاق بوظيفتها والتغير صفة ربة المنزل التي لا تصلح في نظرها إلا للأميات وفي أحد الليالي قرر حمزة أن يصلي الفجر في المسجد وعندما هم بالخروج وجد الباب مغلقا من مفتاح فأخرج نسخة من حقيبة أمه ثم ذهب وصل الفجر وعندما عاد نسي أن يضع المفتاح في حقيبة أمه فنام والمفتاح داخل جيبه وفي الصباح وكالعادة خرجت الأم للذهاب لعملها أولا ثم خرج الأب بعد أن أغلق النوافذ من الداخل وباب الشقة من الخارج وعند الساعة العاشرة شعر الأب بقلق كبير فاتصل بأولاده ولكن لا مجيب فامتركه خوف عظيم ثم اتصل بأمهم في العمل فقيل له أنها في اجتماع هام مع المدير وبقية الموظفين فأعاد الاتصال بأولاده ولكن لم يرد أحد فاضطر للاستئذان من عمله وانطلق بسيارته مسرعا إلى بيته وعند وصوله شاهد ألسنة النيران التي بدأت شرارتها من مكيف الصالة ثم انتشرت سريعا في أنحاء الشقة فأخذ الأب يصرخ ويدق على الباب بشكل هستيري محاولا فتحه ولكن الجيران أبعدوه حتى لا تلتهمه النار جلس الأب يبكي بعدما تأكد أن أبناءه الثلاثة قد ماتوا جميعا وذلك بسبب خطأهم بإغلاقهم كل النوافذ من الداخل والباب الخارجي عليهم وفي هذه الأثناء جاءت الأم وشاهدت المنظر فأغمي عليها وسقطت على الأرض بجانب زوجها ثم جاء رجال الإطفاء والإنقاذ متأخرين بعد أن أكلت النيران الأخضر واليابس في هذه الشقة وبعد قليل أفاقت الأم وأفاق الأب وواصل البكاء ثم فجأ الجميع بحمزة وإخوته يأتون من بعيد فكبر الحاضرون غير مصدقين وأسرع الوالدان إليهم وهما في ذهول تام ثم قال حمزة لأمه آسف يا أمي لقد أخذت مفتاح الشقة من حقيبتك وخرجت وصليت الفجر ونسيت أن أعيده إليك وعندما اشتعل المكيف أخذت أخوي وفتحت الباب وخرجت بهما وأغلقت الباب خلفي ثم ذهبنا إلى المسجد نقرأ القرآن وندعو الله أن يؤجرنا في مصيبتنا ومن التعب نمنا بعض الوقت حتى صلاة الظهر وبعد أن صلينا عدنا إلى هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اعتذرت الأم لأبنائها وندمت على سوء تفكيرها بحبس أبنائها والذهاب لعمل لا تحتاج لراتبه وقررت البقاء مع أبنائها دائما وأن تشجعهم على الصلاة في المسجد وخاصة صلاة الفجر التي حفظ الله بها أبنائها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ترجمة نانسي قنقر